موسيقى والله الزملائي الكرام نشوف البوست الأخير أو البوست اللي منتشر نهاية هذا الأسبوع على صفحة أد من الشيفت سي إيش القصة في مستقل الانتخاب يوم حظر واحد بخليك تصفن وتراجع كل شيء أربع سنين مجلس النور لدينا صفحة على فيسبوك تفاعل فيها مجموعة مع الشباب مع الجمهور ومختلفين من اختلف فئات العمرية طيب بالحقيقة أحد ويعملون ضمن سياسة محددة بالمناسبة ضمن سياسة محددة نعم يعني هاي سياسة الهيئة هي شوف بجوز أقول لك هو من ضمن رؤية أنك تحريك على الصلاة لا يعني بس بتقدر تيجي صلاة أهم شيء آه بس بتقدر تيجي أنيك الآن ما ذكروا الشباب على الفيسبوك فيسبوك حتى في الردود ما ذكروا الشباب في الفيسبوك هو لإثارة حالة من التفاعل الإيجابي مع فئة عمرية محددة ما يصلح لفئة الشباب لا يصلح لفئة الكبار بالسن نحن لدينا تربيات وخلفيات متعددة البعض هو محافظ بطبعه كلاسيكي بطبعه والبعض بقول لك لا في طريقة ثانية للحساب بالمناسبة هذا الذي أثار غضب وثورة عند البعض بلقى تأييد واسع بشرائح أخرى يعني أثار حالة من الجدل كانت هذه المطلوبة وعندما أزيل البوست أزيل لسبب واحد أنه أسيئة فهمه من عدد كبير من الناس انظر البوست وإقرأوا بتروي ليس به أي إهانة أو أي هجوم والمناسبة أزلتول أنه سبب لبس عند الناس يعني؟ مش لبس وأثار غضب الناس لم يقبلوا فيه ناس لم يقبلوا ونحن هدفنا أن نخاطب جميع الناس فيه ناس لم يفهموا وأثار عند حالة غضب وأعتقد أنه تهكمي أو هجوم ولم يكن هذا المقصود من هذا البوست البوست كان هي عبارة عن تفاعل واستثارة الناس حتى تتفاعل سمعنا في لجل تحقيق صحيح؟ ليس صحيح عن الإطلاق لا لجان تحقيق فيها؟ لا لجان تحقيق ولم يكن لجان تحقيق النوكلة عنه لجان تحقيق ودائماً إحنا نجل عمليات تقييم لكل شيء يعني هذه فيه دائرة أعلام كاملة هي أكثر من الشيء الموظف بقعدوا أعطاهم لذين ما تقعدوا أنتم صليتكم إعلاميين بتناكشبه كل شيء بالصورة باللون بالحركة بردة الفعل هل رحكت بوستات زي هيق في قادم الأيام ممكن؟ ليش أنت نسيت بوستاتي في 2016؟ نعم متذكر بس أنت كنتوا واحد بقوله في دقاطع بتقوله حقك هيك كنتوا تعمل ولازلنا بقوله نفس الحقيقة لسأل السؤال أنت الآن الآن اليوم مش هذا بالأمس كان أو من أول من أمس اسأل الآن سؤال رح يجاوبوك على قد سؤالك وبدوز بنفس الطريقة لكن دون أنا لا سمح الله لا دون إهانة أو دون خدش للحياة العامة أو الوصول أشكر وكل شكر دكتور خالد نتمنى لكم التوفيق في رئي المستقل الانتخاب في قادم الأيام المهمات كثيرة العبئ كبير نتمنى لكم كل التوفيق ونلتقي قبل الانتخابات إذا وقتك بسمح إذا تلتقينا يعني إذا قدرنا أنا بسعدني ألتقي دائما عشان نقدر نحكي أكثر إذا فيه أي أمور تحتاج إلى رسائل نهائي المستقل الانتخاب شكرا شكرا